قل لي يا ابني يا صميطة ما هي الجاذبية؟ الجاذبية يا أستاذ إنك تقوم الصبح على الساعة سبعة عشان تروح للمدرسة وبهذا الوقت تكون جاذبية السرير أقوى من جاذبية الأرض بعشر أضعاف طيب غير السؤال مين أكثر إنسان قرب من الشمس؟ أبوي يا أستاذ أبوك؟ أبوك شلون يعني؟ والله للصراحة يا أستاذ أنا صار لفترة كثير طويلة ما شفتش أبوي ومبارح سألت أمي عنه قلت لي أبوك راح وراء الشمس أبوك انسجن يا روحي طيب قل لي مين أول إنسان صور القمر؟ أبوي برضو يا أستاذ يا ابني مش أبوك كان محبوس فهمني شلون صور القمر يعني أنا فهمك يا أستاذ أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا أنا أمي اسمها قمر وأبوي كان كثير حب يصورها لهيك هو أول واحد صورها يا ابنة الغبية طب اسمع خليني أسألك آخر سؤال بل كنزبط معك هس التفاحة لها العديد من الفوائد أذكر ثلاثة من فوائدها أستاذ العديد نحن نعلم العديد من الفوائد للتفاح لكن من أهم فوائدها أول إشي لمنها وقعت عراسز لماء اللي اكتشف الجاذبية الأرضية الله لا يعوض ولا يكسبه لو وقعت علي والله لكنها ثاني فائدة إلها وهي أنه على تلفون الآيفون بس شكله كان جعان وخذ منها قطمة أما ثالث فائدة إلها وهي معثل التفاحتين للأرقيلة والله النوزاكي يطرم قرم اشتركوا في القناة